موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم اساطير عاملين ايه ده بخير ان شاء الله زي ما شفت شباب مبارح نزل حدث ويب الكرسينة طبعا شباب قبل اي حاجة لما نزلت منشور في الكميونيتي عندي في القناة طبعا كل الناس دخلت تقول الصورة في فوتوشوب والصورة مش حقيقية لكن في الحقيقة ان الصورة كانت نازلة على حساب اللعبة الرسمي في انستجرام وفيسبوك طبعا انا عاوز اشوف الناس اللي هي كانت بتقول الحدث ده مش رسمي الحدث ده مش فوتوشوب عاوز اشوف الناس دي النهاردة لما الحدث اشتغل رسمي عاوز اشوف الناس كانت بتقول انت كذاب وكل الكلام ده انتو فين دلوقت اه طبعا شباب اشرح لكم الحدث النهاردة وازاي تحصل على الايه لتباص مجاني عاوزك تركز معاه في الشرح ده لان الشرح ده مهم جدا ويعجب كل الناس اه طبعا الشرح مفيد لكل الناس طبعا لازم تشوف الشرح طبعا لايك لكل الناس عاوزين نوصل الفيديو ده الاكبر عدد من اللاقات عشان كل الناس تشوفوا وكل الناس تعمل بالشرح. اوكي شباب مبارح نزلت الصورة اللي قدامكم دي على اه حسابات اللعبة على انستجرام وفيسبوك طبعا حدث وب الكورسان انتظروا الحدث غدا اللي هو النهاردة يعني اه طبعا منها هدايا منها شارط اه شارط تصريح النخبة اللي هو الفاير باس طبعا او الايليت باس اه بتاع الكورسانة بتاع الشهر الجيه اللي هو فاضل عليه تلات ايام وينزل مكان الايليت باس ده اوكي يا شباب طبعا عشان انت اه الحدث طبعا الناس كتير هتفتح تقول لي الحدث ميتحطش الحدث متضفش طبعا هم بالزبط اه ساعة ولا نصف ساعة هتلاقي الحدث اتضف في الاحداث هنا كده تخش في الاحداث هتلاقي الحدث اه اول حاجة شباب زي ما انتم شايفين قدامكم كده اوكي يا شباب ده الحدث زي ما انتم شايفين كده اللي هتوزع في الايليت باس طبعا اه مدة الحدث من سبعة وعشرين نوفمبر اللي هو النهاردة لحد تلاتة ديسمبر في الشهر الجاي يعني قدامك بالزبط بتاع خمس ستة ايام لحد ما تحصل على الايليت باس طبعا شباب اه شرح الحدث او اه ملخص الحدث انت تحصل على الايليت باس ازاي طبعا انت في ميت اه في عشر تلاف الايليت باس هيتوزعوا في الحدث ده وفي منهم مية في حدث خاص طبعا اللي هو اورروا لكم بعد المشرح ده طبعا شباب عشان تحصل على الايليت باس كل اللي بتعمله ان انت بتنزل في الجيم طبعا بتلعب رانكد او كلاسيك بس اعتقد لازم رانكد تمام لازم تلعب رانكد وبتنزل في مكان معين في الخريطة زي ما تشايفين المكان الصورة موضحة قدامكم اللي هو ميل وبيك وسينتوزا طبعا زي ما تشايفين وبوشينيوك ويكولوكتاور اه دي الاماكن اللي انت تنزل فيها اه في الخريطة اوكي شباب بعد ما تنزلوا في الاماكن دي بتروح تبحس على اه حاجة زي عاملة زي السهم تمام بتروح تبحس على السهم ده عاملة زي السهم بتاع الكراصينة اه بتروح طبعا تبحس على السهم ده في الخريطة وبتدوس عليه اه علامة زي علامة اه ركوب السيارة طبعا زي علامة الدخول بتدوس عليها واو ما تدوس عليها هتفتح لك كنز زي ما انتم شايفين ده الكنز امامكم بتفتح لك الكنز ده طبعا ومن خلال الكنزة ده بتقدر ان انت تاخد الهدية بتاعتك اللي هي بيكون موجود فيها اللي انت هتحصل عليه بشكل مجاني زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم ده شكل الصندوق بعد ما تفتحه وتخرج من الجيم بس يا شباب اعتقد ان انت لازم اه تاخد بويا في الجيم عشان تحسب لك اه لازم تحصل على البويا في نهاية الجيم عشان بعد بعد الجيم ما يخلص طبعا بتكون دي الهدية قدامكم كده اوكي شباب بعد ما تنزلوا فيه الاماكن دي بتروح تبحس على اه حاجة زي عاملة زي السهم تمام بتروح تبحس على السهم ده عاملة زي السهم بتاع الكراصنة اه بتروح طبعا تبحس على السهم ده في الخريطة وبتدوس عليه اه علامة زي علامة اه ركوب السيارة طبعا زي علامة الدخول بتدوس عليها واو ما تدوس عليها هتفتح لك كنز زي ما انتم شايفين ده الكنزة امامكم بتفتح لك الكنزة ده طبعا ومن خلال الكنزة ده بتقدر ان انت تاخد الهدية بتاعتك اللي هي بيكون موجود فيها الفاير باس اللي انت هتحصل عليه بشكل مجاني زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم ده شكل الصندوق بعد ما تفتحه وتخرج من الجيم بس شباب اعتقد ان انت لازم اه تاخد بويا في الجيم عشان تحسب لك اه لازم تحصل على البويا في نهاية الجيم عشان بعد الجيم ما يخلص طبعا بتكون دي الهدية قدامكم كده طبعا اه منها شراط للايلة باص القادم ومنها اقناعة زي ما انتم شايفين اه في اقناعة وفي شونط وفي كل حاجة في الايلة اوكي شباب دلوقتي مطلوب منك ان انت اه في الغالب تحصل على البويا في الجيم اوكي تحصل على البويا فالمطلوب منك ان انت تنزل في احد المناطق دي اه ميل او البيك او بوشينوك او كولوك تاور او اسينتوزا اوكي دي الاماكن اللي انت مطلوب منك ان انت تنزل فيها اه في الخريطة عشان تظهر لك السهم اللي من خلاله تقدر انت تحصل على الايلة باص او شارط السنديق او تاخد من البوكس اي هدية بتطلع لك انت وحزك اوكي يا شباب تاني حدث اللي هو بتاوزح فيه ميت ايد باص بشكل مجاني طبعا الحدث زي ما انتم شايفين كده اه هو لسه منزلش طبعا بس اه هينزل كمان نص ساعة او ساعة من تاريخ ما تشوف المقطع ده اه طبعا هو اعتقد ان هو ينزل فيه موقع هيكون موقع لفات طبعا هتقدر من خلاله ان انت تلف على الجواز اللي الماعدة معارضة قدامكم دي سنديق اسكار وسنديق اه زي الشاطق وبطاقات دايموندي ريال اه وبطاقات ايبون وعلى واقار وكل حاجة موجودة قدامكم اه جلد ريال طبعا اه طبعا يا شباب الايلة باص يكون موجود مع اللفات دي تقدر من خلال اللفات ان انت اطلع لك حاجة من الهدايا دي او يطلع لك الايلت باص تقدر توصل عليه من خلال اللفات ده شرح الحدث اللي هو ينزل فيه 100 Elite Pass وده شرح الحدث اللي هو هينزل فيه 10,000 Elite Pass و 10,000 بجو مع 10,000 Elite Pass يعني انت ممكن تكون واحد من المحظوظين اللي هو تقدر تاخد Elite Pass من خلال ما تلعب طبعا في الجيم وزي ما شرحته اشرح لكم تاني على السريع انه من خلال ان انت بتنزل تدور على مكان السهم طبعا وبيكون موجود فيه اماكن محدودة فيه الخريطة تقدر من خلال اماكن دي ان انت تروح توصل للسهم طبعا او ما توصل للسهم ما يوجهك للفتحة تقدر تفتح الصندوق ومن خلال الصندوق ده تقدر تاخد الجوائز بتاعتك اللي هي بيكون موجود معاها الفاير باس وبعد ما تخلص الجيم تاخد البوية وتخرج هتلاقي الجوائز بتاعتك معروضة قدامك بالشكل ده زي ما انتم شايفين ده شكل الجوائز لما تخرج من الجيم اوكي شباب كمان عندنا موقع الالكتروني لتبادل اكواد اه طبعا الموقع كان عليه سهم بارح احمر اه ده معناه ان الموقع يشتغل في خلال ايام دي طبعا ده الموقع زي ما انتم شايفين في اكواد نزلت لا لكن الاكواد اللي نزلت مش هي اه الصحيحة طبعا اه لو حططي الكود هتلاقيه بيقولك الكود مش صالح للاستكتام طبعا شباب الموقع ده نزل لأكتر من اه خمس شهور او ست شهور تقدر ان انت من خلال الموقع ده تحط اكواد بتظهر لك وتقدر من خلالها تاخد اه طبعا هدايا قيمة اه تقدر من خلالها اه من خلال الموقع ده اه طبعا شباب الاول ما الموقع يفتح ان شاء الله في اكواد بتنزل خاصة باليوتيوبر اول واحد اول شخص ان شاء الله هنزل لكم الاكواد الخاصة بكم طبعا ده الموقع زي ما انتم شايفين بتاخد الاكواد اللي بتنزل اللي بتروح تحطها في الموقع وبتاخد الهدايا من خلال ضغط على تأكيد طبعا زي ما انتم شايفين لو دست على تأكيد هيقول لي فشل في الاستبدال خطأ في الاستبدال كود غير صحيحة وتم استبداله استخدامه من قبل لان الاكواد دي مش خاصة بسيرفر الشرق الاوسط اول من الموقع ان شاء الله يشتغل هبعث لكم الاكواد الخاصة بالشرق الاوسط او الاكواد الخاصة باليوتيوبر اوكا شباب في احداث كتير جاية ان شاء الله الفترة الجاية فتابعوا وما تنسوش اهم حاجة ان انتم تكون مشتركين في القناة عشان ان شاء الله اوما الاحداث تنزل تعرفوها وتعرفو ازاي تحصلوا عليها اه بتمنى المقطع يكون عجبكم ما تنساش لايك للمقطع وتشاركوا مع اصدقائك عشان كل الناس تشوف الاحداث وكل الناس تعرف ازاي تاخد الالت باس مجاني اه ما تنساش تشارك في القناة لو انت مش مشترك اه بتمنى المقطع يكون عجبكم والسلام اشتركوا في القناة